إذن بعدما شرحنا إشارة الخطر في الحلقات السابقة وشرحنا إشارات المنع وإشارات نهاية المنع يعني في حلقة واحدة رقم نتلقاهم يعني في التسكريبسيون ونتلقى الحلقة سيطلعونك هنا في الجمب سودي الخطر سودي المنع ونهاية المنع وهضرنا على الخطر وقلنا أنها يعني إشارات ماذا متقدمة برافو عليك تتقدم الخطر بماذا؟ بخمسين متر داخل المدينة ومية وخمسين متر خارج تجمعات سكنية إشارة المنع هي إشارات وضعية وإشارة الخطر فيها إشارة وحدة لإشارة وضعية وهي الستناء التي تبيت القاعدة هي الاتجاه يعني كيكون سير في الاتجاهين عندنا إشارة المنع هي إشارات وضعية كتمنعك من القيم بفعل في ذاك البلاصة ونهاية المنع هي نهاية ذاك المنع وعندنا إشارات الإجبار إشارة الإجبار هي العكس دير إشارة المنع إذا كانت إشارة المنع كتمنعك من القيم بواحد الفعل فإشارات الإجبار هي إشارات كتجبرك أنك تقوم بوحد الفعل فمثلاً известنا دوران إلى اليمين إجباري قبل العلامة يعني ترى العلامة سوف ي clap writer وهذه تسمى سهم الإجبار يعني تجبرك أنك تتطور على اليمين عندنا الدوران إجباري قبل العلامة لا يصع يعني الدوران إجباري حاجز يجب الإحاط به من اليمين حاجز يجب الإحاط به من الياسار تجاه الى الامام بالاطفل إجباري في مفترق الطرق القادم تجاه الى اليمين في مفترق الطرق القادم ل anderes من هذه تتعلمك قبل وعادة عن طرق مفترق الطرق أما هذه تتفقدين معادي فهنا اتجاه تاريخ الامام أو اليمين اجباري في مفترق الطرق القادمة غالبا بعد معالة علامات فلن تقل يسار تاريخ يعني إصارات منع كما قلنا هنا اتجاه الامام او يساريخ مفترق الطرق القادم اجباري تجاه هذا الجهجة تاريخ اليمين هنا تجاه اليمين أو الياسار مفترق الطرق القادم غالباً كتلقى أنك تكمل طول فهي آنتير دي هنا مسلك أو سبيل إجباري للدراجات يعني هذا المسلك هذا أو هذا الطريق فهي إجباري للدراجات كتلقى واحد من المسلك خاص بالدراجات كيف ينونك هذه العلامة فهو مسلك إجباري هنا مسلك إجباري على الراجلين يعني إجبار الراجلين أنهم يمروا من واحد المسلك هنا مسلك إجباري لراكبي الخيول هنا سرعة دنيا يعني أدنى سرعة غادي تمشي بيها يعني أقل سرعة تقدر تمشي بيها هي 30 إجباري أنك تمشي بكتر من 30 هنا استعمال سلاسل التلوج إجباري هذه غادي باقي تكون برايس لي فيها التلج هنا يعني العربات إجباري على عربات النقل هنا أو الطوبيس كما كنقوله هنا مسلك خاص بالترامواي وهنا تشغيل أضواء السيارة هو إجباري فكما عندنا إشارات الإجبار كما عندنا إشارات المنى عندنا إشارات نهاية المنى فكذلك كما عندنا إشارات الإجبار كما تجبرك فعندنا إشارات نهاية الإجبار يعني النهاية ذلك الإجبار فهنا مثلا نهاية ذلك المسلك أو السبيل الإجباري ذلك الدراجات هنا نهاية سبيل إجباري المترجلي هنا نهاية سبيل إجباري لركيب خويا أنا كتلقى في الأول إجباري من بعد كتلقى نهاية الإجبار هنا نهاية إجبارية سرعة الدنيا يعني مثلا يجبرك أنك في طريق تبقي بأقل سرعة هي 30 كم في الساعة لكي تلقي هذه العلامة فهما يقول لك سافر أنت هذك الإجبار تقدر دابت بشي بأي سرعة بغيتي تكون سرعة الدنيا وفهمتين؟ لا تعدى يعني السرعة التي كاينة نهاية جبر استعمال سلاسل الثلوج هنا نهاية الممر الخاص بعربات الخدمات المنظمة والنقل العمومي كما قلنا لكم وهنا نهاية إجبار تشغيل الأضواء فأنت هنا فريقة القثمة فهمتين؟ كانت هذه هي علامات الإجبار ونهاية الإجبار ندخل معها علامات الإرشاد غير هو باش يعني باش تنتابه فمثلا الإشارات للخاطر فهي تخبرك هي وإشارات الإرشاد تخبرك كتخبرك فأنتم تلزمش عليك كتخبرك ونقص الصرعة وصاف هنا في المنع والإرشاد وسميته والإجبار فهي كتجبر عليك ولا كتمنعك أنك تدير واحد الحاجة يعني كتعطيك واحد إشارة نهاية المنع وكتعطيك إشارة نهاية الإجبار إما شيء من المنطقة أنك تلقى إشارة نهاية الخاطر فهمتين؟ يعني هذا فقط يعني لأستيئناس وصافي يعني إشارات الإرشاد هذه إشارات الإرشاد ترشدك ترشدك وصافي أنت تأخذ بها هنا عندنا موقف للسيارات يعني باركينج هنا عندنا الغابة ممنوع إيقاد النار هنا عندنا السرعة المحبدة وإيقاد 50 كم هنا نهاية السرعة المحبدة يعني كتقولك أنت ديرها أو لما ديرها هنا محطة طاكسي هنا محطة حافلة هنا موقف الوقوف الاستعجال في حالة ما كان شي مشكلة أو عطب هنا السير في اتجاه واحد هنا ممر بدون منفذ طريقة مسدودة ولكن انت قدرت بشي فيها لن تلقى تقول لا نرى منوعة تتلقى في السلاسين بعض السميتون في المتحان ستلقى بعض المرات مبينة لك ويقولك كيف نقدر نمشي في هذا لكي نتخيلها على اساس انها اشارة المنع لا تقدر تدخل تقدم شغارة يعني لا يوجد منفذ لا يوجد مني تخرج من تم هنا ممر بدون منفذ هنا ممر بدون منفذ على الراجلين هنا ممر بدون منفذ على الراجلين والدراجات العادية هنا محطة طرامواي ما كان تخيم فيه مقطورة هنا محطة الاداء هنا ممر ممنوع على الشاحنات وكتلقى عاو تاني المنع يعني للداخل هنا ارشادية هنا مسلك خاص بالدراجات العادية هنا مسلك خاص بالحافلات مسلك يصاري بعد تقاطع مسلك الخروج مسلك فوق السكة على اليمين إدمج مسلك الدراجات في المسلك المعاكس هنا مسلك النجدة هذه كلها علامات ارشادية ترشيدك هنا مسلك النجدة هنا مخفيت سرعة من نوع مسلم يعني حادابة أو إسميته هنا نهاية مسلك التجاوز الرابع يعني كتكون عندك أربعة المسالك هنا نهاية مسلك التجاوز ثالث هنا ميساء نهاية مسلك التجاوز الثاني هنا طريق ذات أربع مسلك كثير شدك تقول أنه الطريق فيها أربع مسلك هنا طريق ذات ثلاث مسلك سير مع مسلك واحد معاكس هنا كياني ثلاثة مسالك التي تسير جوجها كواحد مثلك معاكس هنا أو ثاني العكس هنا نهاية مسلك التجاوز الثاني بالنسبة لطريق الكاستدي هنا مسموح التوقف فوق الرصيف هنا منطقة ذات سرعة ثابتة هنا نهاية منطقة ذات سرعة تابتات وقليفين ستتلقاهم والقليفين ستصدفون معهم هنا تصير بالتناوب أسبقية السيرلية هنا طريق مخصص لصير سيارات فقط هنا نهاية نهاية py Show نهاية طريق سير مخصص لصير السيارات فقط هنا طريق مخصص لصير دراجات هنا نهاية الطريق هنا الدخول إلى طريق السيار هنا بداية النفاق مركز مستعجلات مخدع هاتف أو النجدة فقط الاتصال بالنجدة مخدع هاتف عام هنا استعمالات عامة للسياح مخيم مكل تخيم بالكاراظان هنا مخيم أو الكاراظان هنا نزل للشباب هنا باحة الاستراحة هنا محطة المتزليجين منتزه للراجلين محطة ركوب محطة وقف سيارات محروسة هنا محطة ركوب سيارات بالباخرة هنا مراحض عمومية يعني هذه الإرشاد فقط خاص بالمعاقين محطة وقود محطة وقود وغاز فضاء ركوب الأمواج مقهى محطة التليفريك هنا عندنا منظر جميل محطة راديو هنا حديقة أطفال هواء محطة استراحة مركز إصلاح وهنا كذلك مطفى الحريق منفذ إغاثة على اليمين منفذ إغاثة على اليسار وهذا علامة كما قلنا هي علامات وضعية يعني كتم من البلاستوين عندنا العلامات كمراجعة سريعة إشارات الخطر هي علامات متقدمة ببعد 50 متر خارج المدينة 50 متر داخل المدينة و150 متر خارج تجمعات السكنية تطبق من يعني على بعد 50 و150 إلا في حالة إلا السيتناء الواحد هو السير في التجاهين الذي يطبق من بلاستو هو السيتناء الذي يتبقى القاعدة عندنا إشارات المنع هي إشارات دائرية بدائرة حمراء كتمنعك من القيم بفعل هنا إشارات نهاية المنع هي نهاية ذلك المنع هنا إشارة الإجبار تجبرك على القيم بفعل يعني تضطي الإشارات المنع كتكون دائرية بدون الأزرق هنا عندنا إشارات نهاية الإجبار يعني كتنهي ذلك الإجبار مثلا في هذا الإشارة يعني ذلك السرعة الدنيا اللي كنا مجبارين أننا نمشي بياب 30 فهنا انتهت وهنا الإرشاد فقط للاستيئناس وهذا ما كان كنتمنا أننا نحقا تكون لإيجاب ديالكم إذا عجبتكم ما تنسوا اشتركوا لايك وسبسكرايب في بارتاجي وعلى أوسع نطاق شكرا لكم وإلى اللقاء